حياكم الله سيناريوهات خطيرة لوح بعودة أحداث عام 2019 ما يسمى أكتوبر وتشرين ولأن الشارع الآن في الطرابات على مستوى الموازنة أو احتجاجات للخدمات وآخر ينظر إلى الحنانة متى يعود الصدر إلى ساحة الصراع أو المنافسة على مستوى الشارع وبين رئيس وزراء يتحرك بحركة مكوكية لكن ما زال الإعلام والرصد الأسل الإعلامي الإقليمي والدولي خارج حسابات طموحنا وأيضا الشارع ما زال ينتظر رغم قصر المسافة أو الوقت للسيد رئيس الوزراء لكن ما زالت هناك أصوات تتحدث عن إذا استمر السيناريو على ما هو عليه سنعود إلى أحداث أكتوبر عام 2019 سنتحدث بهذا الملف وملفات أخرى مع الدكتور ليث شبر سياسي المستقل و المعارض لا والله أنا بعد يعني سياسي المعارضين جميل لعد خلق قدم السياسي المعارضين العنوان واضح هو السياسي المعارضين شباب نزلوها بالسبتايتل حتى أنا نكاتب لكم السياسي المستقل صحيح نتمنى يعني الشفاء السلام من هذا الإصام نتصير نشوف دكتور هو يعني التقييم خلال هالفترة صعب التقييم لكن الانطباع سحل يعني اليوم أنت تتعرف علي أول يوم تقدر تصد الطباع أول يوم بعد أسبوع تقدر تقول انطباعي يعني ليس كذا وكذا بعد شهر تقول أكثر كنت صادق في انطباعي كذا فالانطباع مو صعب أنت يعني تحدث السوداني حينما جاء إلى رئاسة الوزراء أولا كدوليا كدعم دولي وإحنا متحدثين معهم يعني متحدثين مع الأمريكان متحدثين مع البريطانيين متحدثين مع القوى الدولية الأخرى أنه يعني قبل به على كمجتمع دولي على أساس أنه واقع حال هذه لازم نخليه بين قوسين أها يعني المجتمع الدولي قبل بالسوداني رئيسا للوزراء أو قبل بالإطار أن يرشح السوداني رئيسا للوزراء هو واقع حال بسبب انسحاب السيد الصدر وبسبب عدم يعني نجاح المبادرات الحوار التي أطلقت قبل يعني قبل الانسحاب وبعد الانسحاب طيب فإذن هو واقع حال من المجتمع الدولي وهذه دائما رئيس الوزراء يخليها أمام ذنى النقطين والنقطة الثانية في موضوع خلي نقول الزخم الشعبي أو الدعم الشعبي هذا أيضا جاء اضطرارا من الشعب يعني أنا وياك فلان وفلان حتى لو كنا معارضين لي مثلا أنا بالنسبة لي لو كنت معارض لي مثلا يعني أجندة الإطار أو البرنامج اللي يقود الإطار في موضوع المحاصصة إلى آخره لكن شعبيا أيضا كان هذا الموضوع معارض لكن حينما يعني وصلنا إلى طرق مزدودة وتم اختيار السوداني فالشعب يعني الرغبة الشعبية اضطرت أن تدعم رئيس الوزراء الجديد فهو زخم اضطراري استطاع رئيس الوزراء في الأيام الأولى من حركته رغم بعض النقاط لكن النسبة الأكبر استطاع أن يحافظ على هذا الزخم في الأيام الأولى خلينا نقول في الأسبوعين الأولين حافظ على الزخم الشعبي وحافظ حتى على الدعم الدولي الآن بعد الخمسين يوم انطباعنا الأولي ونحن يعني واضحة جدا ما أعتقد واحد يقول لا الانطباع له أن هذا الزخم الشعبي تراجع كثيرا بعد أحداث وبعد قرارات وبعد عدم جدية أو عدم تطابق بين الواقع اللي نعيشه وبين بين الآراء التي كان يدافع عنها سوداني قبل تسنمه صحيح لرئاسة الوزراء ومنها قضايا يعني قضايا لا يمكن نسيانها أبدا يعني في قضية الدولار وتخفيض الرواتب وتخفيض الرواتب وهذه كلها قضايا لا يمكن نسيانها وأيضا ملف البنك المركزي كان يتحدث به كثيرا ما زاد العملة بعد أقول لك ما للاتصالات والرخص هذا لا يمكن نسيانها خاصة اليوم نحن في عصر الرقمي لا يمكن نسيانها ومسجل الأشياء بالتالي بعد ما يعني خلال هذه المدة القصيرة بعد الأسبوعين شفنا تراجع كبير في موضوع يعني الانطلاق الأولى وهذا أفقد زخمة شعبة اليوم اليوم تأسوي أي استفتاء في أي مكان سترى أن الصورة العامة والانطباع العولي عن رئيس الوزراء أنه ضعيف شوف احنا مشكلتنا فيه رؤساء الوزراء دكتور طيب أن رئيس الوزراء لا يعي حجم الكرسي اللي قاعد عليه هذا كرسي رئيس الوزراء العراق كرسي عظيم كبير صح إذا لم يكن الشخص الذي يجلس على كرسي رئاسة وزراء العراق بقدر عظمة هذا الكرسي سيكون صغير عليه بس كبير العراق دكتور بتحديات رئيس الوزراء جاء من كتل سياسي فرضت عليها وزراء وفق نظام المحاصصة حتى يتمرت أسأقول أو حتى يتخلص من بعض الضغوطات التحديات قبل قليل قلت لي التحدي الإقليمي كبير يعني قد الأمريكان والمجتمع الدولي أو الإقليمي رافض لتولي السودان بغض النظر عن أي شيء فهذا هم تحدي كبير يعني الرجل حتى يكون قادر على إدارة الكرسي يحتاج مساح أو حوار شوف هو ثاني بس بهذه الجسية آسف نقطة نظام هل من يعني من مصلحة العراق أن يستمع للمجتمع الدولي خاصة الأمريكان يعني قد تكون آراهم مو ملزم للعراق بلا شك يعني طبعا من تتحدث إحنا كقوة وطنية إحنا لا نستمع لا الأمريكان ولا الإيرانيين ولا حتى ولا ندير بال لما يعني هم يرونه وإحنا شنو نشوف الصالح لشعبنا لوطننا نحن نمشي عليها جميل أما الآخرين بس المشكلة التي تتحدث في مشهد سياسي بني أصلا على التدخل الدولي صح يعني اليوم أنت حكومات من 2003 حتى هذه اللحظة من مبنية مبنية على التدخل الدولي صح ولذلك لا نستطيع أن نقفز عن هذه الحقيقة وعن هذا الواقع وبتالي نقول لا يا بأ خلي براحتهم اليوم العراق ملف دولي بلا شك طبعا إذا العراق يذهب إلى الصين بصورة حقيقية سيؤثر على علاقته مع أمريكا إذا يذهب إلى إيران سيؤثر على علاقته مع الخليج ودول الخليج فواضح القضية يعني العراق في موقفه اليوم بسبب نظامه الذي جاء بسبب التدخل الدولي إذن هو ملف دولي لا يمكن التغاضي على المواقف الدولية ورئيس الوزراء كماشة نار ورئاسة الوزراء أكثر من كماشة نار بالحقيقة يعني كماشة نار سهلة كماشة نار يعني عندك مجال لا بالعكس يعني هو رئيس الوزراء كالقابض على الجمر بيده يعني هو بيده قابض الجمرتين وبالتالي مستعد أي جمرة يتخلى عنها حتى يقدر يحتفظ بالجمرة الأخرى لاحظت تشبيه هذا واضح زين فشوف رئيس الوزراء إحنا خب ما نقدر ننسى قلت لك الماضي رئيس الوزراء داعب مثل مشاعر أمريكا بتصريح قبل أن يتم التصويت على حكومته إذا تتذكر في موضوع خفض أسعار النفط صحيح 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 هل استطاع الرئيس الوزراء أن يعني مثلا يطبق هذا الموضوع لا بالعكس أول ما استسنم رئاسة الوزراء قال إحنا يعني ملتزمين بقرار أوبك وملتزمين بقرار الدول التي تقرر رفع سعر النفط صحيح صحيح فإذن يعني 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 كان هذا التصريح قبل التسنم وبعد التسنم أكو عدم التزام ب عدم التزام بالقرار الداخلي الموجود لدى الشخص بسبب عدم قدرته على التحديات اللي أنت يعني طرحتها الخمسين يوم شنوش كاليات كثيرة مثل أولا شوف أنت من تقول اليوم تريد تؤسس حك حكومة خدمات فإذن أنت خلال خمسين يوم لازم تسوفت شي واضح للناس لهم وشعارهم أحنا في خدمتكم نعم أنطيني اليوم شنو وين بالحقيقة إذا نريد يعني نمارس النقد الصادق الخدمات كانت لأحزاب أبدلكيها من البداية حكومة محاصصة محاصصة شنو معناتها أي كل حزيب يرشح وزيرة وزيرة وشنو معناتها كل حزيب ورشح وزيرة يأخذ حصته يأخذ حصته اللي دخل أنه أنت سألتني سؤال أي ووحنا نرغبتكم طب وإحنا نجي نجاب زي جوز يجينا رئيس وزراء قوي يقول لك والله أنا ما رد الصوتون على حكومتي أنتو اخترتوني كرئيس وزراء يعني أنا كموقف مثل هسألوا رفهم نخلي أنت أو أنا كمثال يعني ويقولوا يا بأخترنا كرئيس وزراء قلهم أنا والله أختار وزار تب كيف تريد ما الصوتون براحتكم طبكم مرة ما أروح للبرلمان هذا هو هذا هو الذي يعي عظمة رئاسة وزراء العراق صارت وراء العراق نعم صارت وشنو بغض خلي واحد يكسب يعني يكسب قوته وإرادته ليش يروح للأحزاب عادل عبد المهدي كان كل الناس تنظر إليه بعين يعني بعين العظمة بعين أنه رجل الاقتصادي صحيح بعين أنه سينقذ العراق لكن من راح بصورة يعني ما أريد أقول بصورة مؤسفة جدا الآن تاريخه وين الشخص السياسي حينما يدخل معترك السياسة ويروح إلى السلطة فيجب أن يكون أمامه خياران أما أن يكون على قدر قوته وكلماته وآراءه التي كان يتحدث بها قبل أن يتسنم رئاسة الوزراء أو الأفضل إلا لي يروح ياخذ المنصب وبالتالي يضع نفسه في خانة محرجة جدا اليوماني قبل هسا يجوز هسا قبل ساعة أو يجوز بعد ما الساعة يخلص الاستفتاء الذي حطته في سطح الاستفتاء هذا حقيقي بالحقيقة لأنه بأكثر من الفينصوت أقول أنت خلال هذه الخمسين يوم رئيس الوزراء ببالك ضعيف أو قوير يروح نتيجة الاستفتاء نتيجة الاستفتاء تسعين أو خمسة واثمين بالمئة أنه هو ضعيف جميل بالخمسين بعد ما عندنا يوم بالخمسين يوم عندنا مثلا قلت لك الحكومة أولا أي المحافظة وثانيا الدولار موضوع الدولار كان موضوع يدافع عنه سيد رئيس الوزراء بقوة و كان يتحدث يعني إذا تخلي هسا إذا أخلي تغريداته هو حول هذا الموضوع يجوز يزعى المنعتها يعني تغريداته هو إذا أخليها في صفحتي كتغريدات إلي يروح يزعى المنعتها يقول ثورة الجياع والآن هل مثلا هل يقبل رئيس الوزراء أن تخرج الناس بثورة عارمة باحتبار أنها يعني تطبيق لتغريداته في موضوع ثورة الجياع كان موضوع ملف الدولار انسحاب كبير من اللي هو وكانوا آراء واضحة في هذا الموضوع يعني كانت آراء مو آراء هامشية وغشرك صارتنا شهر 153 هل المشكلة الأخرى أنه ارتفع ذبوه براس مصارف علي غلام قال لك ذني ندخل هذا طبعا هذا يعني معيب بالأمور يعني محافظة بانك المركزي أنت زيان أنت تقول البنك المركزي هو التقابل بانك المركزي وراه هطلع به هذا التصريح رئيس الوزراء أنت تقول البنك المركزي قادر على إدارة يعني السياسة الاقتصادية والقدرة على مسك سعر الدولار البنك المركزي الآن فشل في مسك سعر الدولار لماذا تتخذ إجراءات على الأقل إقارة محافظة البنك المركزي شنو هذا يعني شنو دستور منزل يعني شنو شنو بالضبط اللي يمنع اليوم أو يطلع رئيس الوزراء يصبح يقول أنه هذا الأمر مؤقت شنو يعني قد ذلك مؤقت ما نفهم شنو مؤقت أو يروحون البنك المركزي يأخذون قرار يخفضون سعر البيع في نافذة العملة يعني شنو معناته معناته زيادة أرباح المصارف صحي يعني هذا اللي صار دي بيأخذ نعم 146 ودت ينبع بالشارع 155 145 ونص جاي يطلع المصارف يعني اليوم ثمان نمر يعني شوان نحن نقدر ندافع عن رئيس الوزراء كان يعني كان واضح جدا في كلامه في موضوع الدولار وبعد ذلك تماما بالعكس بل مو بالعكس صار أكثر من العكس يعني ما بقى السوق على حالة 146 صار واليوم 153 طيب ممكن أن يرتفع اي ممكن اذا يسألوا واحد سؤال من الذي يهيمن على القرار في العراق او يمنع رئيس الوزراء من اتخاذ قرارات استراتيجية من يعني ذا ريد نخليها سبخانة من طبعا شوف مجموعة لا شوف خلق لك هس كأنما يعني المجتمع يروح صوب المالكي بصراحة احتي لك يعني انه المالكي هو المهيم انا قلهم لا خطأ مو صحيح وفعلا هاي المرحلة مو المالكي مو المالكي زين قسم من انتم يقولون العصائب وشيق غز علي باعتبار ويقولون انه السوداني حكومته هي حكومة العصائب والمكتب الى آخر انا هم اقولهم مو صحيح اللي هيمن اليوم على المشهد السياسي والاقتصادي هي مافيات التجار الاحزاب يعني ما ادري انت عندك علم او لا طرح تجار الاحزاب اليوم يقعدون بيناتهم و يخططون لكل الصفقات والصفقات هي التي تسير الاحزاب يعني شنو التي تسير الاحزاب يعني اليوم اذا المالكي مثلا او قيس الخز علي او محمد الحلبوسي حتى لا يقولون احنا جاينا نتحدث فقط بس على الشيعة اي بس على الشيعة زين اذا اليوم التجار راحوا الى صفقة ما في موقع ما في طريقة ما ستضطر هذه القيادات الى الذهاب مع هذا الاساس ليش لانه المال السياسي مرتبط بهؤلاء صح وهؤلاء هم الاقوى اليوم بالعراق ورح يظهرون رح يكونون هم يعني بعد ان ينتهي هذا الخط الاول السياسي اللي حاكم اليوم بالبيت السيد طبعا الكلام مو كلش واضح من عندي رح يكون لكن هذا هو بالعمق خلال السنوات المقبلة ستظهر رئاس رؤوس الاموال هذه ستحقق او ستنتج مشهد سياسي اخر مرتبط بطريقة المافيات شون مثلا بايطاليا شون بالمكسيك شون بهذه دول المافيات المافيات الاقتصادية هي التي تسيطر الان على القرار السياسي بل في بعض الاحيان تسيطر على القرار القضائي انا اسف اقول هذا الكلام وقد يكون القضاء ايضا يعني بس هما عدهم اليوم القدرة على التغلغل بكل الطرق الى كل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى سلطة الاعلام يعني حتى سلطة الاعلام اليوم مو اليوم يعني صار زمن شوف الانسان شون يصير اليوم مثلا تاجر مع هذا الحزب جيت مع الحكمة لان هما بدوا بها ترى الحكمة مكاتب الاقتصادية مع الاسف بدوا بها حزبيا لا حزبيا بالحقيقة حتى نكون صادقين تيار الصدري والحكمة والمجلس العلام قبل قبل الدعوة الدعوة ما كان عدتهم مكتب اقتصادي قبل اخذ هاي المعلومة بس قضية القضاء حتى لان انا يومية محاكم بتدري 13 دعوة قضائية وكلهم نحال نجيل دائما موقف القضاء مع الإعلامين مشرف للأمان صحي واني دائما اتحدث بيها اقول اكو قرارات قضائية واني فديوم اسوي حلقة عن القرارات القضائية المهمة والتأريفية صحي لكن تتقاعس السلطة التنفيذية والجهات في تنفيذه فقرارات قضائية موجودة حتى بإلقاء قبل مصادرة الاموال بس المشكلة بالتنفيذ هذا خلن كبير طبعا هو اكو يعني بعض الجمهور لا يفرق يعني بين التحقيق وبين يعني وبين ايضا تنفيذ اوامر القبض اللي هي الجهة التنفيذية موجه القضائية صحيح الجهة القضائية عليها تصدر الاحكام طبعا انا اهم من اقول التغلغل في السلطة القضائية انا ما اقصد يعني القضاات ابدا يعني واضح حتى تكون واضح عدنا قضاات مهمين وقضاات اراءهم حقيقية لكن شوف التغلغل يجي بانواع انت اليوم في هذه القناة وتأدي دورك الوطني زين لكن هم مثلا يدخلون في السؤال معين مثلا هذا احشي يعني مثال بسيط يدخلون في السؤال معين بس هذا السؤال مقصود انت بدل بمقصود فاقول انه هذه قدراتهم تستطيع ان تتغلغل حتى من دون ان تدري يعني مثلا اليوم في موضوع مثلا نور زهير الكفالة في نور زهير اي هاي اكبر مأساة مو صحيح اي الكفالة في نور زهير حتى لو كان القرار القضائي صحيح لكن هو بالمجمل مو صحيح هو بالمجمل باعتبار انه اكو تغلغل في هذه القضية بحيث استطاعت هذه القوى المافيوية ان تحقق هذا القرار القضائي اللي هو صحيح بترتيباته يعني بترتيبات القانونية صحيحة باوراق القانونية صحيحة لكن هو غير صحيح باوراقه يعني في موضوع الرأي العام يعني في موضوع الحكومة حتى رئيس الوزراء مرعني جزء من المافيوات تحدث عنهم هذا الشخص جزء من المافيوات هذا عودة عودة اي امام لا شيء هو شيء نور يعني ما سروا حير فعليه قضية بعدين يكسبها يعني ما لا ولا ما الى اي دور لا المافيوات اكو يعني نتحدث عنهم بحلقة مفصلة اردرجعك للتيار اول من اسسه الاجهار الاقتصادية حتى ما تفوت ناي صحيح فالتجار اللي اشتغلوا مع هؤلاء اللي كانوا يجي مثلا يخابر مثلا عمار الحكيم على وزير النفوط يقول له مثلا اليوم المناقصة الفلانية تروح للتاجر الفلاني او يخابرون مثلا الجماعة الى كذا صح لا مصحيح ليس يوم بعد يوم صارت عنده صفقات كثيرة يعني طلع مثلا هنا مليونين ثلاثة مليون مليار وصلت صفقات كبرت صارت حتى مشاريع وهمية الاخره اجي في يوم من الايام ليس اصبح هو عبارة عن يعني مليارات عنده شون السادة نور اللي هو ويشتري مناصر اللي هو بالالفين وسبعة عشر هني اعرفه من الالفين وسبعة عشر وما كان يملك شي كان عنده بيت باسم القادسية زين من طيل هيثم الجبوري على مود وقالوا شان يجي بدراجة يجي بدراجة ما عنده حتى تاكسي صحيح فهذا الشخص اللي اخذ هذه الاموال وصار عنده مليارات خلاص بعد اجي فكر بنفسه غير شكل بعد ما عنده عمار الحاكم رئيسه ولا رئيسه فلان ولا رئيسه المالكي ولا رئيسه كذا وكذا ودولي طبعا اشخاص معروفين احنا حطيهم بلستة يعني احنا واضحة عندنا حطيهم بلستة واحد اثنين ثلاثة اربعة هم تقريبا بمئة شخصية اللي مسيطرين على القرار الاكبر تقريبا ثلاثين يعني شخصية البلاس دولة البلاس اي البلاس ودولي طبعا بالمواسبة املاكهم كبيرة يعني املاكهم خارقة طبعا دولة كلهم مو بالواجهة ابدا مو بالواجهة قسم بعض الاحيان تطلع زين وبالتالي ذولهم حقيقة اليوم يقودون البلد لذلك اليوم ما يجري اليوم يختلف تماما عن الفين وخمسة ويختلف تماما عن الفين وعشرة لذلك معالجة المشاكل اليوم لا تأتي بالطرق التي تمت بألفين وخمسة وألفين وعشرة انا اعتقد رئيس الوزراء الحالي ما فاهم هذه المعادلة الجديدة يعني هذا حسب اعتقادي بس اتصور الكاظمي الى يد بهذه القضية الكاظمي لا برزوا ذولة ولا اخذوا مساحة يعني من اراجع المالكي او اراجع العبادي كاملته بالحرب عادل عبد المهدي تسعة اشهر يعني قضية تعرف الصين وغيرها عادل عبد المهدي شيء اخر تماما شيء اخر تماما يختلف بس الكاظمي هو اللي يبرز هؤلاء بورصة البيع والشراء يعني تعرف الكوارث اللي من طلع شوف احنا يعني ما نحب نحش ورا الشخص لاني بعد ما طلعت كنت لقاء اياه يعني كان عندي لقاء اياه الكاظمي ضخم هذه الظواهر بعلم بقصد بدون قصد بس هو ضخم هذه الظواهر وجوز فريقة ايه وجوز فريقة مو بعيد فريقة عصابته الى اخر ترى عصابة هي تجي للخير وتجي للشار ايه ممكن عصابة للشار وكعصابة للخير لانه بعض الاحيان الناس ما يفهمون الاشياء الا يعني بمفاهيم محددة مثلا تقول لها ثورة يقول لك اه لازم اجي بسلاح اقول لي اه بثورة طرح بالعلم هم ثورة وبالنهضة هي ثورة بس بروز دولة صار استهتار بالمال العام علم بلا شك بلا شك صارت بولصة وتسعيرها بلا شك بس ماذا فعل السوداني ارجعوا اقول يعني اليوم انت رحت وين رحت رحت على موضوع التوظيف يعني الشخصيات التي تم توظيفها خلال هذه الفترة وصدق كان الصفقات انا اقول لك كان الصفقات يعني الوضاعف في الفترة الاخيرة للكاظمي كان الصفقات ماذا يعني واضح مدرعامي رؤسة اهيئات كان الصفقات يعني يا اما صفقات هلق الفلوس كلها كان الصفقات بس شك تدافع عنها دكتور انا ما ادافع عنها بفترة ابدا انا ادافع عن اي شخصية في بدايتها طيب من سمع اخطاء اخطاء اقول اخطاء ما عندي مشكلة جميل والدليل على ذلك الكاظمي كان صديقنا قبل ما يستنم المخابرات وبعد ما استنم المخابرات وبعد ما صار رئيس وزراء ما رحنا ويا بالسلطة ولا صارنا مستشارين الى ولا رحنا صح صح متابع عنه متابع هذا واضح الامر بس هم نقدر نقول السوداني بعدها بدايت والسوداني نفس الشي بعدين مرحلة انتقاد والسوداني هم نعرفه احنا قبل ما يكون وزير صديقنا صديقنا قبل وشخصية محبوبة صح وشخصية نزيها وقلت وليحد لا اقول شخصية نزيها قلبه وطني يحب انه يريد ايش اسمه بس يعني اليوم مثلا من اخطاء السوداني انه لم يجمع حوله فريق سياسي طبعا تعرف هاي مهمة ما عنده فريق سياسي نعم راح اعتمد وين على الاطار يا اخي ما يصير انت ما دام رشحت الى منصب رئاسة الوزراء يجب ان لا تسمح بالذي رشحك ان يتدخل في قرارك هاي طبعا صارت الكاظمي جاء فريق نعم فريق علات فازدين الاخري بس اختيار فريق صحيح اختيار فريق بس كاظم ايضا ما اختار فريق سياسي والعبد المهدي ايضا ما اختار فريق سياسي ترى شو السبب لان القوة التي رسحته لا تسمح له بذلك لان خاف من عنده لانه اذا رسح فريق سياسي اذا جاب مثلا السوداني مو علي يا سخافي يقولوني شخصيات وطنية بس شخصيات وطنية علمية كفاءة وياه وهي سياسية سياسية واضح ولا شبابية ولا يروح بالحكومة والادارة لا سياسية يفهم بالسياسية او مو همش اسمه براتب ومدرشون وظيفة لا انا اقول الفريق السياسي الذي يبين وجهة نظر رئيس الوزراء الحالية فلسفته في ادارة الدولة صح حتى تقدر تدافع عنها حتى ما يتعلم اقومة من يجي يحتي ليث شبر انه هذا الموضوع خطأ يطلع الفريق السياسي مالتا يقول ليث شبر قال كذا لكن هو صحيح كذا حتى لا يفقد هذا الزخم الاولي واللي هو فقده الان لانه بوحدة لانه بوحدة ويتوقع انه الوزراء هم فريق السياسي لا الاطار هم فريق السياسي لا فريق المستشارين اللي جابه في موضوع المختصين هم فريق السياسي لا عبتشلون صح فهو عنده رئيس حربة مفقود رئيس حربة مفقود ذلك اقول ما فاهمين الرؤساء الوزراء اللي يجون حقيقة بمنصب رئيس الوزراء ما فاهم المعادلة السياسية بالعراف حقيقة اكو كثير من يتحدث انه سنة منتصف 23 ستكون لربما تغيير بالخارطة السياسية او لربما سنعود الى ذات المربع قد تكون استقالة السوداني او خروجا من منصب بس انا عندي سؤال على هاي من 23 حتى تصريح اذا شفت محمد الحلبوسي نوه انه ستكون هناك طرابات وتغيرات بمنتصف 23 اذا اردت سألسأل سؤال بالعمق من يحفر للسودان الام لان تكون حكومته مثلا مهلهة لفاشل حكومة فساد الى اخر نصف قوة الاطار نصف السيادة ونصف الاحزاب الكردية يا الهي اللي جابوه اللي دعموه اللي رشحو اللي رديف الان وتتبين الاشياء بعد بالموازنة لانه هم لا يسمحون هؤلاء لا يسمحون لرئيس الوزراء ان يسوي قرارات مخالفة للاتفاق الذي تم الاتفاق عليه يعني الاتفاق الموقع بينهم لذلك من يطلع محمد الحلبوسي في لقاء يعني بهذه الصراحة فالامور وصل الى كسر العظم كسر العظم وهو يصدق الامور وصل الى كسر العظم وحسماية تصريحات من القوى الاخرى بازاحة السود الحلبوسي عن رئاسة البرلمان والمجيء مثلا بخميس الخنجر كنائب رئيس جمهورية كمثال يعني فالقوى التي شكلت الحكومة هي التي تسقط الحكومة ليش اقول لك من اللي اسقط الحكومة مثلا صحيح هناك ثورة شعبية في مثلا قضية 19 بس يعني له مثلا مثلا لو كانت هذه القوى متماسكة هل تسقط الحكومة ما تسقط الحكومة من مثل الصوت علي الكاظمي اللي صوت علي الكاظمي منه ذات القوى السياسية التي صوتت على استقالة عادل عبد المهن بعدين قاله عميل وقاله كش فلذلك اقول بصراحة انه القوى السياسية التي تشكل قوة رئيس الوزراء اذا لم يستطع رئيس الوزراء التملص منها ويعني انتاج قوة جديدة وهي طبعا المشكلة يجي يعون قوة منصب رئيس الوزراء عم من منصب رئيس الوزراء كلش قوي بالعب صح فعلا يعني هسه السوداني اذا يقرر اي قرار ويقول انا خارج عن كل هذه القوى السياسية وروحوا انتوا سقطوني يمكن 80% من الشعب يروحوا ياه صح لو مصح صح هذا وخاصة انت انه الجماهير والشعب اللي هي هاي منسية الحقيقة هاي سجد النسي انه ما يحبون هاي الاحزاب يكرهوها والله العظيم كلها اني اكره يعني جزاني اكره مثلا الحكمة بس داك يكره التيار وداك يعني هم واحد اذا كلها مكرهوها الاحزاب بالنتيجة الكلية انه الاحزاب التي تشكل عملية سياسية مكرهوها اي واذا كانت قرارات شجاعة واذا كانت قرارات شجاعة ممكن ان تغير المشهد ممكن ان تغير المشهد وممكن ان تضيف قوة جديدة الى وتضعف الاخرين اللي هم بالاساس ضعيفين قوتهم هي من هذه المؤامرات الداخلية جميل خليني اسأل سؤال شفت زيارة السيد السوداني الى السعودي الرياضي بقضية الاتفاقية الصينية مع السعودية وهذا القمة اللي كانت هل شهدت العراق الحاضر الغائب بهذه الاتفاقية رغم هو معادلة النفط ايضا العراق المفروض يكون بها لاحظ هذه طبعا ايضا من علامات ضعف العراق ومن علامات ضعف رئيس الوزراء بصراحة لانه اذا لم يحدد العراق في اي محور يذهب هذه سياسة عدم المحاور وبالنوس واحنا اصدقاء الجميع هذه سياسة يعني ممكن نصحب بها سياسة الضعفاء هذه السياسة الحقيقية ان نأخذ محورا ونروح نمشي بي ونتحمل تبعاته نروح محور غربي محور الصيني محور الايراني محور التركي زيان ونكون احنا فاعلين بقوة تدري انت اكثر من 23 بالمية من النفط العراقي يذهب الى الصين يعني ما يقارب النفط الذي يذهب الى امريكا اللي هو 27 بالمية واحنا عد اتفاقية استراتيجية اللي هي هاي اتفاق مو هي مو اتفاقية ما عرف شنو بالضبط ما عرف شنو اسميها خليسميها مثلا تفاهم بين العراق وصين على فتح الحساب في البنك المركزي وفي البنك المركز الصيني و الى اخير هاي السالفة داور كيسة اللي مدوخين الشعب بها في موضوع البناء واللي وحده من اللي هو النفط مقابل الاعمار النفط مقابل الاعمار واللي شفنا انه فاشل المية بالمية بصفقة المدارس اللي انجلسها الكاظمين يعني اللي ما صفقة الالث مدرسة اي هاي اللي باعوها المقاولين باعوها المقاولين بس هاي ما اقدر يعني ما اقدر احكي عن سياسة رئيس صيني و مشاريع لا لا انا جاي اتحدث قصري ما اقدر اعضبوط هاي بعين باتفاقي صيني انا جاي اتحدث عن انه العراق كان ممكن ان يذهب مع الصين بقوة بلا هذا الضعف انا راح عادل عبد المهدي لا راح بقوة لا بس الاجراءات التي تمت هي ضعيفة ما كانت اجراءات حقيقية عمي بنك يعني انسى انا ما رد اتحدث كل الاشياء انا رحت للصين ضليت شهر هناك يعني رحت زيارة رسمية وزرت كل مناطق الصين والصينيين هناك غير شكل ممثل سياسة عدتهم فائض مالي كبير في البنك الصيني صحح قالوا احنا قادرين على انه اسس كل محطات الكهرباء شو تريدوها بالاستثمار تريدوها بالدين تريدوها بالقروض تريدون نبني ونحن ناخذ اموالها من عدكم اي شي تريدوه ما عندنا مشكلة طرح بعض الاحيان امور ما معقدة يعني انت اليوم عندك فلوس تروح تشريع هذا البيض صح لا مو صح صح اني عندي فلوس اريد استثمر بالعراق لقضيتين مو بس قضية مالية قضية سياسية يعني اريد اجي بالعراق لذلك الامريكان من يروحون العراقيين الى الصين بالاعتبار السياسي راح ياخذوا موقف صح لا مو صح صح مثل ما اخذوا موقف ايضا سابقا بس انت بنفس الوقت بنفس الوقت انت ضامن قوتك يعني ما يصير تنطي من عندك بدون ما تضمن شي اخر يعني ما يصير انت تنطي يعني خلنقول اموالك كلها او سياستك كلها او موافقتك كلها وبنفس الوقت انت ما تاخذ المقابل وايضا هذه وحدة وبنفس الوقت ايضا ما يصير انت تقول ها اريد انطيك لا يعني مش تهي ومستحي ما يكون ايضا نفس الشي الدول دول مثل 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 الاشخاص كل ما تكون انت حازم في قراراتك صادق في قراراتك كل ما تعاون يكون نعم وكل ما واضح في قرارك راح الدول ايضا تتعاون لياك مثل هذا المفهوم وتنتهي ليش دول بعض الاحيان تنتكس من انتجي من يترأسها رؤساء ابو عفاء وترتفع جدا من يترأسها رؤساء قوية صح لو مصح ليش يعني شخصية دولة من شخصية المتسنم للمسؤولية والله طيطني اهاني هذا سؤالي لماذا لا تتعاون القوة السياسية وتوفر مناخ سياسي مناخ للعمل لرئيس الوزراء وكثير من يتحدث انه الفرصة الاخيرة كلش بسيط هم ما يتعظون بموضوع الفلسطة الاخيرة من يشوفون خاص هذا الصراع الاخير مع التنير من يشوفون الامور حامية كلش في لحظتها طبعا هم يفكرون بعد نظر مثلي ومثلك ومثل القوة الوطنية ومثل حتى الناس اللي يريدون يبنون بلدهم هم يفكرون اليوم هذا المنصب ماذا سيأتي لنا بعد هذا المنصب هل سنستطيع نفوز بالانتخابات المقبلة لا يفكرون بالمصلحة العليا يعني المصلحة الوطنية يسألني مثلا احد الشخصيات اللي دافع عن الجهة الاخرى يقل لي شنو رأي شنو تتعريفك للوطنية أقول له أنت تقعد بأي مكان تفكر فقط في مصلحة وطنك لا تفكر في مصلحة في مصلحتك شخصية ولا في المصلحة الحزبية ولا بالمصلحة الفئوية ولا بالمصلحة العقائدية الآخرة تفكر فقط اللي أمامك فقط هو مصلحة وطني القوة السياسية الحالية لا تفكر بمصلحة الوطن إذا تقاطعت مصلحة الوطن مع مصالحهم الشخصية خلاص انتهي ما يروحون لمصلحة الوطن وروحون لمصلحهم الشخصية صحيح لو مصاحية فإذا ما أضح الإجابة هذه القوة لو كانت تفكر بمصلحة الوطن لا أعطت لرئيس الوزراء أصلا من أول يوم الحرية في تعين كابين تمثلا حكومية ولما أصروا على بعض الوزراء اللي هم بالحقيقة أضروا بكابينته الحكومية إلا أنا كوزراء أضروا عن كره مثل يعني مثل وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي يعني ليس صحيح أن يجي شخص مثلا مع العلم دكتور نعيم صديقي حتى صديقي وقلت لها بشكل شخصي وقلت لها برسالة قلت لها دعمك نحن دعم الشباب بس المصيبة بوزارة التعليم وين حتى الشباب وزارة التعليم يجب أن يتسنم مزارة التعليم بشخصية مرموقة عالميا يجب أن يتسنم بروف يجب أن يتسنم مزارة الخارجية الآن في هذا الواقع السياسي يجب أن تتسنمها شخصية عربية زيان واضح الموضوع يعني ما بي جدل ودبلوماسية ودبلوماسية وممكن أن يتوصلنا يعني اختيار الأشخاص في المناصب جزء مو بس على كفاءتها على سمعتها أو على ماذا ينظر العالم الخارجي إلى هذا الشخص هذا مهم مثل جعفر السوري مو صحي جعفر السوري رغم كل النظام السوري بجهة لكن الوحدة هو مثل بلده بخير تمثيل صح هذا هو اختيار الشخصيات في هذه المواضيع مبني على معيار أنه في هذا المكان ماذا يراد من هذا الشخص إذا عرفنا ماذا يراد من هذا الشخص فرح نقدر نلقي الشخصية المناسبة جميل عدنا سماح مادرا يسميها أخاف أخرجوا من المهنيين كواعدة الرسالة قال لي بالنسبة لخالة إلينا وخالة بلاس خارت خلقونا السفيرة الأمريكية العاملة في بغداد وأيضا المتحدة سيدة بلاس خارت دا تشوف صار لهم أن تسلم السودان إلى الآن لقاءات حتى وصلوا للمدراء العامين لجهات سياسية لنواب هاي جوز هذا جاي وفرون مناخ لرئيس الوزراء أطمئنا إلى أننا حاضرين يدعمك تكون عكس سيناريو اللي احنا قريناه بالبداية الحلقة طبعا نشوف هم يعني بالحقيقة مع الأسف اتنيناتهم يعني ألينا و شي اسمها هذي بلاس خارت أساءوا حقيقة للمشهد السياسي العراقي أساءوا كثيرا للمشهد السياسي العراقي بل بل أضافوا امتعاضا شعبيا إلى المشهد السياسي مضافا يعني اليوم أنت إذا تروح تسأل الشارع يقول لك معود بيتهم ذني عماتنا أو خالاتنا أو خالاتنا أو ريا وسكينة زين حتى أنا من أخلي صورة تجي تعليقات كثيرة فإذن بالمظهر العام أنه هاتان الشخصيتان أساءتا إلى المجتمع العراقي إذا هم ببالهم أنه علاقاتهم مع الحكومة جيدة ويقعدون يوم الوزير ويسمعون مدح مدري شنو فهم طبعا يعرفون كل زي لأن تعليقات على يعني شموه تغريدات مالتهم ومنشورات مالتهم تعليقات كل سيئة حتى لو ما تحكي على موضوع هي تعليقات سيئة لو كان الانطباع الجماهيري حول هاتين الشخصيتين جيد لكان أكو رضا شعبي حولهما وهذا ترى مو صعب السفير الياباني السابق كان الموجود هنا كان أكو رضا شعبي حوله كان أكو محبة حتى لو كان أكو خلاف معه بس كان رضا شعبي اليوم هاتان السيدتان مع الأسف أساءتا لمعايير المجتمع العراقي أساءتا حتى أضعفتا أيضا الحكومة العراقية أصلا لو أنا من السوداني ما أقابل لو أنا من السوداني يستطيع لا يقابل السفير الياباني لا قلما رئيس وزراء عراق عام الرئيس وزراء العراقي قدر يطلع باشر السفارة الأمريكية يقول لهم يطلع برة شون يعني أكو شغلة إجوز نحن ما فهميها ترى ترى واحد من يتسلم المنصب بعد يصير كلش قوي لا وأكو سفير عراقي حسب أي دولة يقدر يروح للمطعم هو عائلته دون أن يبلغ الدولة مو صحيح ونكو شيء شلون نحن جاي نسمح وبعدين ونكو سفيرة كل يوم يعني إجقدتها خلال خمسين يوم كم مرة زارة رئيس الوزراء كم مرة زارة الوزير الوزراء كم مرة شنو ونكو يشمهز حقيقة هذه إضعاف للدولة هذا مو هذا مو الجوز جوز بالهم إنه رسائل أطمئنان إنه رسائل ماشي صعبة أكو إيميل وأكو تليفون وأكو هذا وبعدين ليش حتى بالمناسبة حتى إذا أكو زيارات ليش طلع زيارات رسمية يتشبه الطريقة هذه ترى بالدول العالمية وليش تصور إيه بالدول العالمية مثلا الرئيس الأمريكي جوز يقعد مع السفير السعودي جوز يقعد مع كذب مع التاجر الفلاني بس مو شرط يصور صحيح لمصاح ليش ليش الطريقة هذه بحيث أنت ضعف نفسك يعني أنا أقول رئيس الوزراء عليه أن لا يسمح لزيارات السفراء إلا الزيارات اللي هي مقننة في جدول جميل من ضمن التحديات لأنه وقت جيدة من أدستة مريجانا بكل أقر دكتور لي موضوع التحدي مكافحة الفساد اللي الشعب يحكي به الإعلام يحكي به مراقبين وطنيين إلى آخري الرجل شكل لجنة سوى بعض الأشياء سرجع لنا فلوس سرجع إرادات منهوبة إلى آخري هذه مهمة معرفة وين رح تروحي لأننا الآن نتحدث عن مكافحة فساد هل سيجرؤ لي مكافحة الفساد تريد حقيقة مكافحة فساد حقيقي خليف تحت الدق الرشيد ونجيب ذول الشخصية الكبار ونطلع للدولة تقريبا ما يقارب 200 مليار دولار في أول لحظة طلح بالتالي كل لماذا فندق الرشيد أحسن هناك أنا أعرف شنو فندق الرشيد في أيام زيما صدام أكو بي أماكن جيدة للاحتجاز بسجون بس أكو أماكن جيدة للاحتجاز بي فندق الرشيد وتحت حماية من فندق الرشيد تحت حماية دولية نسوي نسوي تحت حماية دولية فراح نصير عندنا إرادة سياسية بالغصب عليهم وإرادة دولية موجودة والشخصيات اللي هي معروفة حتى لو مسافرين نجيهم مزيلا هاي بحاربة الفساد ترى الأمور دعتك كلها بسيطة ما معقدة أما أروح أدخل في يعني تشكيل لجنة مزارة في اللجان وإعلام ومعروف شنو هالمساعدة هذه دائما يعني ممكن ممكن تمشي أول يومين أول أسبوع بعدين وراء ما يحدث بعدين وراء يطلع نور كبال بس عندك الآن راء جوحي مستجوب أحمد أبرغيب بسجين عندك ليث ما اسمه الموسوي ضياء اللي غادر المالح أقول أدري قبل أيام طلعت حلان قالت هاي طائرة مسافرة خلال هالفترة مع أوامر القبض الموجودة على نور يمكن 120 مرة نفس الطيارة الطيارة الخاصة واتدري عليها لستة أسماء هي قالت بعض الأسماء أنا أعرف بعض أكثر من هاي الأسماء اللي مسافرين معهم مسافرين مع نور مع نور وهيثم هيثم مسافرين الوحدة بس مع نور بسأف يعني أنا أقول تدري أقول لك فتشي هي طيارة خاصة مع نور شو ماذا لو ما حدي الشخصي هي طيارة الخاصة طيارة نور الخاصة طيارة ما إن شاء الله طبعا الشخص من نصير عنده مليارات بعض الشي ما يفكر مثل المتلك زي أنا سامنه منه اللي سافره بس أربلي مع له لا مو نسوي سفق صاحب لا أنا قصدي لا مسؤولين لا لا ما قضية قيد التحقيق فما نقدر ندخل بهذا الموضوع وبالنسبة للحالات تحدثت من موقع المسولية باعتبارها عبدو برلمان نحن هنا يعني ناس معارضين جنحنا مكشوف رأسا دعوة تشير بالمباشرة بس أنا أقول شنو أقول إنه مكافحة الفساد إذا نريد محاكمتها فهو أن نطبق من أين لك هذا من أين لك هذا ما نطبق على شبار وقصي وفلان وفلان دول الفقرة من أين لك هذا نطبق على شخصيات مهمة يعني شنو مثلا بالأمن الوطني أو بالمخابرات حتى أو في أي مكان مثلا يعني بأمريكا ما يعرفون هاي الشخصيات أسماء معروفة أنا أقول نفتح فندق الرشيد نجيب هاي الشخصيات فندق الرشيد يطلعون الأموال أولا خليطلعون الأموال وش قد بحسبة جوائدهم بالمئتين مليار بالمئتين مليار نعم بالمئتين مليار ممكن أن تكون يعني خزينة جاهزة للعراق كاش بل كيسمعك الرئيس الوزراء أتمنى دكتور ليت شبر سياسي المعارض شرفتنا شكرا جزيلا لجنابك وأنا أعيشت صراحتك دالما شكرا جزيلا أتمنى أن تبقى على هذه الصراحة وشجاعة شكرا جزيلا لجنابك باقين إن شاء الله مشاني كرام في الختام إذا اسمحنا لسيد المخرج والوقت الآن بدأت أصوات تتحدث عن الفساد المرعب في وزارة العدل العراقية ما يخص عقود الأطعام في الأصلاح والتسجيل العقاري وذكرنا قائمة من الأسماء قبل سنة تحدثنا عن المتعهدين يمكن مشتاق وكفاح وآلية السيطرة والهيمنة على الأطعام والعقد اللي يوقع ب16 ألف دينار الوجبة الوحدة لـ 60 ألف نزيل الأرقام تتحدث من اليوم مصادري من وزارة العدل من المسؤولين على المشتريات والعقود المشتريات نحن نشتري للسجون هاي الشراشف والمخدات ومدرشينه وملابس السجناء بقيمة 3 مليار دينار عراقي شهريا يعني إحنا نتحدث عن أموال مهولة إذا كل شهر 3 مليار حسب علمي إنه العقود اللي موجودة ببغداد وحسب مصادر من وزارة العدل وإذا يحب وزير العدل يفتح تحقيق أنا جاهز حتى أعطيه أسماء الموظفين اللي يشهدون بهذه الآلية 3 مليار عقود بغداد جاي أخذ منعدها نسبة 25% وتوزع للمحافظات فإحنا كل شهر يسرق من 3 مليار ما يعادل 2 مليار عراقي ونصف 2 ملف طعام السجون 18 مليار سنويا تعطي الدولة إلى وزارة العدل لدوائر الإصلاح لتجهيز الطعام إلى السجناء هذا الرقم خطير جدا يكلف أموال باهظة للدولة العراقية ويا رأيته 18 مليار تروح للسجناء حسب معلوماتي ومعلومات لجنة المشتريات واللجان المختصة أن هذا الشخص كفاح اللي عده علاقة وطيدة واجه من أيام السيد الزامي اللي عده ما كان وزيرا للعدل هو اللي جابه تقريبا واحد من الإمبراطورية اللي تحدث عنهم اللي ربما دكتور ليث بقائمته أو بقائمتي اللي موجودة الآن حتى يستطيع أن يشتري منصب وزير العدل فإن شاء الله كاك شوان يسمعني ويتحرى عن هاي الأسماء الخطيرة وليش 18 مليار دينار نمطي شهريا إلى الأطعام تعطى 3000 دينار فقط 3 وجبات وتسرق 11 ألف دينار من الوجبة الواحدة وعندك 60 ألف نزيل اضربوا الحسابات إذا أكو جهات تريد تتحقق هذا الملف جاه السلام عليكم اشتركوا في القناة